السلام عليكم 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 how are you doing b r s t u u v w x y z what are these what are these what are these what are these that's right that's right that's right how do you spell your last name c-o-n-n-o-r no it's c-o-n-n-e-r again 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 the conversation is between me and usama what's your name my name is okay okay that's right okay that's right أنا أُسامة سعيدين جيد هل هذا O S M A H إذا كانت الإجابة نفسي للمكتوبة طبعا هي نوع اللي قدت هستان طبعا قول بقى صحة هقول نوع أوكي نوع أ إن أو أ أ أ أ أ أ أ أ أ طيب تابعي how do you spell your last name? S-A-I-D-E-E-N S-A-I-D-E-E-N Yes, that's right. Okay, like this. So this is how to spell the name. Thank you, teacher. موضوع موضوع spelling names قلنا انه حضرتكم بترسلي كشف كامل باسماء حضرتكم بالاسم رباعي وانا بكتب لكم الاسم 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 في كتابة الاسم واضح وحن يبلج جميع طبعا اوكي استاذي كتبونا في الواتساب مفيش مشكلة ماشي أبو كافية استاذ لماذا مركز هتكتب بس الاسم رباعي كامل وانا هكتب لك الكتابة الصحيحة لاسمك او الاسح ليه بقول الاسح انه قد يحتمل الاسم الطريقتين في الكتابة الواتنين صح سي التمرين اللي هيجي حالا قدامنا دلوقتي طيب استاذ دائما راح باسم العائلة الخاص بالبطائج دائما يختلف انا لسه بقولي دلوقتي وهناك طريقتان حد أقصى لكتابة بعض الاسماء زي ما يحصل حالا معنا في الاسماء اللي هيجي قدام دلوقتي وهم native speakers زي بلي كلموا بعض ومع ذلك في اختلف الاسماني اختلفنا ليس اختلف كلي لكن اختلف جزئي بسيط زي مثلا for example الخلدي you can write with y the end of haldi and you can write with i اتنين صح؟ لاختلاف بسيط هاشي كده لما جاقول omar for omar والبنطاقة كذا omar وليس اومار كنا طغطها لوقت عشان اسمعك بس البداية بعضهم بيكتبها with o o m a r ودي الاشمر في كتابة بعضهم بيكتبها with you ودي نادرا وخطكم شاسة في الكتابة خلاص ينستبعدها لابن هنا مفيش في التلاف هنا هي كتابة واحدة لكن يعني 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 كتابة الاسم ما تفرج بالنطق يعني الله يفتح عليك بالظبط بالنطق الصحيح بدون تنتقلها باللغة العربية الفصحة وليس باللهجة السعودي وليس باللهجة المصري طريقة صحيحة يبقى كتبها بطريقة صحيحة كما نطقت تمام في عندنا اسماء بتبقى قريبة جدا باللغة العربية اللي تحكم زي علاء مثلا البديد يكتبها في الاسمع تطلب معك آلا طب هي آلا ولا آلا أركز بقى اللي بقى أنت تقول لغة العربية هقول لها علاء في طرع مع العين فهم لا تنفصل بس فرق إن فيه كمان double A في آلا لما قدش بالو بتعمل له مشكلة هل المشكلة دي قايمة عندنا نحنا بس عشان بترجم أسر أنا من العربي الإنجليزي لأ طبعا هتا عندهم أيوة الدليل التمرين اللي هيجئ حالا دلوقتي وبيليت نسمعه بكامل تركيز Page 3 Exercise 5 Listening Spelling Names How do you spell the names? Listen and check the correct answers الصوت واضح للجميع يوا كبروا صشاشة كده عشان تقشايفين الأسمات يبقى قدامكم يلا number 1 1 Your name is John Lee? That's right And how do you spell your first name Mr. Lee? It's J-O-N Okay Thank you So the first or the second? First First J-O-N لاحظ هي أدتلو وهي ناتف سبيكار زيو كلهم بتكلموا English كلهم American How do you spell your first name لها J-O-N كان ممكن تكون the spelling التانية J-O-H-N بالمناسبة هو نفس الاسم نفس الاسم يختصرون مش كده مش كده مش كده مش فكرة مختصرون بس زي فكرة لما جي أكتب زي مأتلكم شوية مثلا بتال آخر او النوات العلي You can write A-L-I Okay A-L-Y وكيف تنظر Okay نخوف كنا أتنين كما تفتح له أزاي 2 Sarah Brown Your first name is spelled S-A-R-A-H No My name is spelled S-A-R-A I'm sorry Could you repeat that Yes It's S-A-R-A Got it Thanks 1st or the 2nd 1st 2. Sarah Brown Your first name is spelled S-A-R-A-H No, my name is spelled S-A-R-A I'm sorry, could you repeat that? I'm sorry, could you repeat that? Could you repeat that? Again, please? كان المعنك فعلت لها Yes, it's S-A-R-A Got it, thanks Got it, thanks I understand I hear well كل دي المعنى تشوف number three قبل ما ننتقل number three لو ندخل صحيح اللغة في اللغة العربية لهذا الاسم هو سارة هذا هو النطق صحيح نفس الاسم بالغة العربية سين ألف رأتاء مربوطة ولكن النطق الاسم تختلف فيه هذا هو النطق صحيح سارة فبالتالي الاسم بتاعها هيكون بناء على النطق العربي الصحيح هو مش بس الاسم سارة هيكون كمان double R سارة حكذا ينتقل اسم المناسب نروح لنمبر ثري 3 My name is 스� carroين Gene Thank you Steway That's S T E V No It's spelled S T E P H E N Oh excuse me S T E P H E N That's right first or the second 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 got it thanks three my name is steven jones thank you give me steven that's s-t-e-v no it's spelled s-t-e-p-h-e-n oh excuse me s-t-e-p-h-e-m that's right excuse me and repeat the spelling again we some more reassure or 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 ممكن تقول كده ممكن تقول excuse me عفواً لا مش بكامعة الترجام العربي انا بتكلم على حاولي نصر شوية شوية يا أحمد العربي انه دلال استخدام excuse me هنا معناها let me sure خلينا تأكد كده طيب فبعت عفواً هنا لها مليون احتمال اذكر كنت بسمع مسلسل اكتر من 20 سنة وبعدين كانت كانت البطلة بتكلم ابوها فبتقوله في اجابة اربع اسئلة او ثلاث اسئلة كلمة absolutely ففي كل مرة الرجل اللي بيترجم لانه فاهم الحوار وفاهم المسلسل ماشي ازاي والاحداث والسياق فتجاوب او ترجم الكلمة في ثلاث سياقات مختلفة فهي اه هتكتب عفواً او تكتب معذرة في الترجمة لكن هو المقصدش بها انه معذرة عفوا ان انا هاملها غلط او ان انا هبدأ كلامي او دي المقصود بها ديني فرصة بس كده عادي لنا سمعتوا تاني وضع يا احمد يا أستاذ واضح يا أستاذ بي مرة أخرى يبقى انت لوضحت لنقطة مهمة دلوقتي فهو في فارق ما بين في والبي اتش طبعا فستيفن اما هو ستيفن عشان كده هو وقف عا وقال لها نو ورح بزعق كده ستيفن اذا هو في ستيفن وفي ستيفن اتنين ستيفن مختلفين كماما معينو نفس الاسم في أستاذ بعد اللي هي تبع تليفجين قرضو فيها SI مثلا ده اكبر دليل من اللي بيستنتج منكن PH نطقها ايه او الاي س اي مع الاو نطقها ايه ده اكبر دليل ان انا لازم اسمع الاول الكلمة وبعدين ارجع عن طقها وليس العكس وليس العكس يعني مش حولك اراها فتطلع غلطة يوووووو انجليس اده مش عارفه انطوق دايما ابدا بيقولك listen and repeat listen and read listen and practice بمبيقولش ابدا read then listen مسطحين وهكذا في اي لغة فأنا مش هستنتج إنه PHDGV فقدر ما أنا سمعتها فطلعت كده أو سمعتها فطلعت كده فأصبح عندي إنه الصوت وده لو عندنا وقت أكتر ولو مجال أكتر كنا شرح لك أنده بالتفصيل إنه كل صوت إيه الحروف المتاحة بتاعته لكن للأسف للوقت مش هسمحني نكمل 4 Your name please It's Catherine Simpson Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E No, it's K-A-T-H-R-Y-N Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-M Thank you, Ms. Simpson The first or the second? Second 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 No, it's K-A-T-H-R-Y-N No, it's K-A-T-H-R-Y-N Thank you, Ms. Simpson Five And what's your first name, please? It's Chris Is your name spelled C-A-T-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S Chris with a K Chris with a K Thanks The first or the second? First Chris with a K Chris with a K Chris with a K Chris with a K Not with a C-H Is there any of them? Chris with a C-H Chris with a K The second or the second? Yes, the second or the second? That's the one we have With Y With I With the correct? Yes Yes The first name is K-A-T-H-R-I-S 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 It's the first name of K-A-T-H-R-I-S The first name is K-A-T-H-R-I-S The first name is K-A-T-H-R-I-S This name is K-A-T-H-R-I-S In London, it's not In one of the countries At the other hand they got In a country And then They got They got 完了 They got In the country For all of us The second In the country This This The next name And The second name is K-A-T-H-R-I-S فخلطت الجرعة دي مكان الجرعة دي فأصبح اللي بياخد الجرعة واحد خد بالخطأ الجرعة لكميتها الضعف اثنين، كانت واحدة ستة بالمناسبة وماتت في الحال طبعاً فموضوع الاسبينيج في منتهى الأهمية أذكر أيضاً قبل سبع سنوات أخ سرودي لأسف أنا مش شاكر اسمه لكن كان اسمه تشابه مع أحد المطلوبين أمنياً على مستوى العالم عموماً وأمريكا خصوصاً وتم إيقافه في المطار في أمريكا ولكن السفرات دخلت قصة كان مشهورة جداً في ذلك الوقت وكانت تشابه في الاسبينيج فركز جداً وانت بتكتب الاسبينيج بتاع اسمك لو انت عايز تصححه مستعد تكتب لك طريقة أصح زي ما قلت لنا كده أو طراحنا نحن نبعث الأسماء في المجموع لو انت مش عارف يعني اكتبه لك لو انت عايز تعتمد اللي مكتوب في الجواز الصفر أو في رخصة القيادة وانت خلاص دي حريش أصي حد عنده مداخلة طيب جميل جداً اه 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 كنت اقترحت والمرة اللي عدت في نهاية المحاضرة ان انتوا عايزين تغيروا الموعد هل الكلام ده للكل ولا الفئة دون فئة وما هو الموعد المناسب اكيد مش هيكون من اثنين ونص الاربعة لانه ده معد محجوز لمجموعة اخرى عشان بس يبقى الكلام واضح ولا نستقرد على معدنا حد عنده مدخل من نفس اليوم يعني ولا للا كان عموماً للا معدنا الأساسي نحن راح ضل الكلوس حد عنده اي مدخلة في هذا الامر ببعض الله يستغردنا من بعد صلاة المغرب يكون أفضل طيب وحد كتب محمزة كتب نفس الموعد والحد قال من بعد صلاة المغرب طيب بالنسبة للموعدنا مناسب ان هو واحد استطلعي الأرهب وأقوله خلينا أقولك أنه بعد صلاة المغرب معبد اللي جاب الأفضل تقصد الساعة واحدة عبد الرحمن مش كده عمان رشيد الساعة واحدة طيب جميل ماشي عبد الرحمن تمام ماشي خلاص إيه بقى إذن الساعة واحدة الأول طبعا مستحين المغرب لأنه معظم الأيام بكون صايم فطيبا الموضوع خلالي طبعا طيب المشكلة سألني أنا بكون في الدوام يعني وأوقات الظهر فيكون برضو صعب أني أفتح لك مايكا وصعب أني بركز في هذا فبضرني وش وبرجع على اليسيوب أتابع اللي هو الانتظاهات وبالك كده في التحضير ما رح أقدر أتحضر منك هو بص هو معظمكم بيبقى في الدوام مش بقى كثير منكم حتى في المجموعة اللي هي الثانية وبس بقول لك نكتا يا سيد فضل حبيب حني يوم دخلنا المعهد بالأساس على أساس وش الدوام مسائل اللي هون من الساعة أربع للساعة ستة أوكي لأن أقربنا كل عنده دوام وشغول ودراسة ومنها كلام يعني الكلمة شغول من الصباح ليل للساعة ثلاثة والساعة أربع لو أنتم حبيبت تقول للمعهد بالأساس لو أنتم حبيبت تقول للمعهد بالأساس أربعين شخص فأكيد لما يكون واحد اللي بيتكلمه هو أنا مش أكيد ماشي رأيه على أربعين خيال علم طبعا بس المقصد أننا ما جدنا المعهد اللي أعساس من الدوام مسائل لأننا عندنا شغل في الصباح الزبط الشغل الصباح الآن الشغل الصباح الآن أصبح بينتهي بأي حال من الأحوال بينتهي ساعة ثلاثة معتقدش أنه في حد بيخلص بعد ساعة ثلاثة والله أنا قد للساعة ثلاثة ولا بس حين داوم آخر الليل أطلع الصباح وعني وأطلع الساعة ثماني الصباح وأنا أملك ساعة ثلاثة لأنني أتقوم لك الضهم زي كده فحنا يمجينا المعهد بالأساس أساس أنه هو من بعد العفر هو من مغرب فحتى لما حسن شفت وأنتم معتقدش أصلا كان الساعة أربعة فكان منطقي جدا أنه لما ينأخذ معاد بدري يبقى أنتم أصحاب أول معاد بدري فكان أول معاد بدري هو واحد فليكون بعدكم خمسة ونص فيكون المعاد بتاعهم في المعهد التالي وهو تنين ونص وهكذا اللي بعدهم كانت خبعة هميني زي فضل يا وسهلا طيب نيجي بعنو نوطة اللي بعدها ووضح من كلامكم تقريبا في جماعة نحن نضط زي ما احنا طيب نوطة اللي بعدها وهي موضوع الكلمات اللي كان سألني من شوية يسألني تاني في موضوع الورقة الكلمات صورتين اللي أرسلتها بالزبط كده طيب اللي ما عندك كتب أو ما استلم ما حدش استلم كتب أنا الكتب أنا بعدتها المجموعة أحسن فالورقة اللي أبعدتها أحلي بس أشوفه لكم عندي هنا أحلي بس أشوفه لكم عندي هنا إيه أنا بعدت ورح فيه كان فين أصلا فين سكان زي ممكن آه آه ماشي 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 الله يفتح يكون صح ماشي 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 في نص الأورقة أحلي بما حال الكتاب الكلمات اللي موجودة في نص الأورقة الفوق الخط اللي فوق ده ذوكاب دي هو ده المطلوب حفزه الجود طبعاً لأنه صورة فأنا مش عافت حكم فيها قوي خلاص ولكن صعب بس ان انا اعمل كده. مش عارف اعمل تحتين. لكن هو النص الفوق. هو ده الكلمات المطلوبة حفظها. طيب هنحفظها ازاي? كل واحد ديته شخصية. انت حر. ما شاء الله عليك انت نمام الشافعي. فما شاء الله تبص الكمال او مرة تحفظها. اوكي. ما شاء الله عليك. موضوع تاني. ماناش دعو بيك. خليك انت مع نفسك. انت راجل طبيعي كده زينا. ومتكتب مرتين ثلاثة عشان تحفظها. اوكي. لكن الالية الحفظ نفسها. التسهيل الالية الحفظ نفسها بيكون ازاي. طريقة بسيطة جدا. وهو ان انت تسمع الكلمات الاول. عشان كنا قلتوك نزل القموس عندكم. تسمع الكلمة وترجع تكتبها. فناخد كلمة منهم ولياكن مثلا الكلمة دي. الكلمة القابلة الاخيرة. في العمود الاول. اللي هي بالشكل ده. تعال اكتب هنا. هي الكلمة مكتوبة قدامك كده. خلاص. فالاول هاسمعها. هيقوللي. كلاس ميت. فهقول وراه. كلاس ميت. بعدين. هرجع اكتبها. اكتبها ازاي. احد طريقتين. الاولى ان انا. او مع الطريقتين. الاولى ان انا اكتب بالسبيلين. سي ال اي. اس اس. ام اي تي اي. خطوة تانية. مش طريقة تانية. خطوة تانية. ان انا اكتبها مع النط. فاقول. كلاس ميت. وهكده في كل كلمة من الكلمات دي. ايه ده بس ده هياخد وقت. مش مش كده في الاول هياخد وقت. لكن مع الوقت هيبقى انت اتعودت على الطريقة. اه طيب ساد نرجع الا لكلمة الثالثة او الثالثة. نرجع. نرجع. نفيش مشاكل. فين هي بس عشان انا. اه. اه. الثالثة اللي هي مكتوب اه. 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 زبط. زي ما قلت لك. اخدها احطها في القموس الاول. انا قموس بتاعي اللي هو ده. قموس تاع كنتم اللي انتو نزلتو. اروح اقول له لو سمحت هاتلك الكلمة. ونطقها لي بعد اذنك. هيقول لي. ميسز. سمعتها? اسمعتين. ميسز. اه. ميسز. ميسز. ايوة. ممتاز. ميسز. بس كده انا عرفتها. اذا لاحظ كده انه في القموس ادهم لي كمان الباقين. اداني دي. اه. ونخليه انطقها. ميس. 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 وداني الرابعة بتاعتهم. انطقها ازاي. ميس. ميس. اسمع الاول. ميس. ميس. اه. فبقى عندي اربعة موجودين. هي اسمع الاول وبعدين انطق وبعدين ارجع اكتب. خطوات تبدو ان هي بطيئة في البداية ولكن هي قدي بقلق اسهل طرق التثبيت لأي معلومة. اسمع؟ يعني هذي هذي كلها كلمان صح؟ ميس. ميس. تنطق حق الانتا ميس. ميس. هنجلها حاطب تلقوش. بس لا اكتب الكلمة الثالثة جملة على اليسار اللي هي طائف تحديد اللي بدايتها C. اللي مكتوب فيها ناونز. الالفابت. وبعدين مكتوب C. اكترسيز 4. على سبيل 3. صفحة الكتاب اللي كنا فيها حالا. هو بيقولك C. اكترسيز 4. اللي هو ده. اه. اه. هي ده بيج 3. وده اكترسيز 4. يقولك ازاي انك انت تحفظ. الالفابت لترز. وبردو انت حضراتكم هتسمعوها. وبعدين تحفظوه. واضح؟ يبقى الاصل في هذا الامر. او مش ان انا احفظ صفحة كاملة. لا. انا احفظ فقط النص اللي فوق. تانيا. هاسمع. ثم اكتب. اسمع. ثم اردد. اردد مرتين. المرة الاولى عن طريق الاسبيلنج. والمرة التانية عن طريق النطب. ازاي بقى اكتب الكلمات. ازاي اقلب الصفحة اللي قدام دي. يبقى على الغيب كده زي ما بيقولوا. ان انا اخذ الصفحة من قدامي. وابدا اكتب الكلمات اللي انا متذكرها. الموضوع ده هيبقى صعب. اش ادر افتذكرهم كلهم. ماذا يسهل علي. هعمل لكم نموذج. وابعتهلكم على المجموعة. الناموذج ده هيسهل عليك استذكار الكلمات. انت حفظتهم بطريقة اللي حكينا عنها. بس مش متذكرهم قوي. ايه انها طريقة؟ هبعتهلكم على المجموعة ان شاء الله. تصدل؟ استاذ في طريق انا ما شوفنا كويس. اللي هو كل يوم واحد يحفظ عشر كلمات. مفيش مشكلة. نظرا بس لضيق الوقت لان الغرفة بقيلها اقل من ثلاث داية وتقفل. فمش هيبع عندي متسعة من الوقت اسمع كل الاراء. امكن تبعت لي الرأي بتاعك على الخاص. ولو هو جميل هبعتهلكم ايضا على المجموعة. تمام؟ نختم بانه حد فيكم كان سهل سؤال من شوية. وهو سؤال من هادي قال كيف طريقة الاختبارات والدرجات الشهنية. ثاني هقول لهو بعد كل وحدتين نهاية الوحدة الأولى ثم نهاية الوحدة التانية، يكون في عندنا اختبار صغير على مجموع الوحدتين من 30 درجة. بعد نهاية الوحدة الـ 3 والـ 4، يكون في الاختبار أيضا على الوحدتين الثالثة والربعة من 30 درجة. مجموعة 30 الاولى ٢ أو ٣ الأولى الاعلى فيهم، بشواة، الأعلى من هذه الثلاثين الأولى أو الثلاثين التانية هي هتكون درقتك الشهرية إن شاء الله وهشرح أكثر بالتفصيل لما ييجي أو يقرب وقت الاختبار حتى عنده أي سئلة أخرى شكران يا أستاذ شكران يا أستاذ الله شكران يا أستاذ الله شكرا يا أستاذ الله وإياكم سبحانك الله بحمدك أشهر ولا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك أشهر شكرا شكرا